دور البلديات والقطاع التجاري في الجزائر شكل محوراً رئيسياً وهاماً خلال الندوة الصحفية التي نظمت اليوم بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الناطق الرسمي باسم الاتحاد حمل البلديات مسؤولية جل المشاكل التي تحتر قطاع التجارة على المستوى الوطني بروين مختار رئيس بلدية سيد محمد سابقاً شدد على أهمية مراعاة الخصوصية اللازمة من جهة وتشجيع التجار من جهة ثانية وهو ما يسمح بأحياء العاصمة وعن إجابته عن سؤال الصحفة حول الصراع الداخلي التي تشهده البلديات أجاب بروينة ما رأيته ولا أدخل في التفاصيل الأخرى أن بلدية في انسداد في وضع متدهور مشاريع معطلة لم تكشموا خطة تاعتنمية مجلس ما اجتمعش 12 شهر منذ حوالي ميل 2013 وضع مخزي أن يكون في قلب العاصمة على بعد خطوات من مقارات صنع القرار في الأخير ناشد أصحاب الندوة المسؤولين بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الانسدادات الحاصلة في جميع البلديات نطلب السيد وزير الداخلية والسادة الولاد بحل مشاكل الانسدادات الواقعة في أكثر من ربعميات بلدية على المستوى الوضع ليبقى التحل بروح المسؤولية لدى المنتخبين المحليين ورؤساء الدوائر والولاد ضرورة ملحة لحل مشاكل التجار ترجمة نانسي قنع